مصطفى برجاوي اهلا بكم مرة تانية النهاردة معايا فقرة غريبة جدا ومختلفة جدا هو فنان بس من نوع خاص قدر بموهبته ان هو يحصل على جيزة بتسوي جيزة الأوسكار بس في مجال الخداع البصري انا مش هطول عليكم عشان عايزين نعمل حركات ونلعب مأمان انا معايا مصطفى البرجاوي هو خبير او رائد في مجال الخداع البصري انا بك زيك عمي انت مين يا مصطفى انت مين انا اسمي مصطفى البرجاوي انا 223 شهر 7 جاي بدأت في مجال الخداع البصري ده منو انا صغير حبيت المجال يعني بدأت فيه ازاي حست ازاي ان انت عندك موهبة مختلفة عن اللي احنا بنشوفه واللي بيلعبه بالمناديل والقرانب واللي بيلعبه بالقطط انت عندك يعني نوع من الخداع هو طريقة جديدة مختلفة يعني فده جالك ازاي حسيت بي ازاي من اللي اكتشفك ايه انا بدأت وانا عندي اربع سنين كان في الميلادي شوط ساحر بيعمل حاجات بقى غريبة برضو بمناديل ويمام وكوينات وكنا فانبهرت طبعا زي اي طفل يعني فعجبني الحوار الماجيك ده فقلت عبدالي اتعلم فيه وحاول اعرى منه بس طبعا يعني وانا صغير مفيش صورة ازاي اتعلم حاجات دي فلما اكبرت شوية وصل ثمان سنين كده بدأت اجي لبقى جيب مثلا كتب من انترنت اجيب حاجات خفيفة كده وانا عندي 13 سنة كررت لانا بقى عايزة ايه اتكمل في المجال ده وانت عندك 13 سنة يعني وانت لسه بتدرس وانا عرف في المدرسة طب كويس بس فتخلصت برسلت المدرسة بكده دخلت كلية اعلام خلص اعلام وكملت بقى في المجال اللي انا بعمله ده طب انا عايزة بقى مبرده فعلا منطولش على الناس عشان انا قلت فاكرة مختلفة هتوارينا ايه نوريك كازا حاجة ناردة اه تلعت اربع حاجات كده ايه اوكي بص ازا متوا شايفين مش عاب في ظرف هنا ونجيب كاميرا شط ايوا اوكي ظرف ده اه ده زي تنبؤ اوكي يعني بالانجليزي تنبؤ الحاجة هتحصل كمان شوية انا هنا معي كوشينا هنجيلها بعدين بس قبل ما بتجيل التنبؤ ده هعمل حاجة قابليها بس خليباكوا ان هنا فيه تنبؤ خليباكوا ان هنا ايه فيه تنبؤ طيب قبل ما اجل دي هنعمل حاجة في كوشينا الاول باكن نجيل دي ماشي معي كوشينا بس نعمل ايه هارب شوية عندك هاتك في الميسي كارت واحد اوكي اديني هنحفل كوشينا كلها مختلفة اه كل شايف ممكن هعمل كلوزب اه جميل اوكي اوكي الميسي كارت واحد بس اختاره والبألميسه اي واحد اشور عليه اشور عليه اي واحد اه ادوعت ها اه اكيد اوكي انا طلعوا برا نصح مئيه ممكن كلوزب شوية اوكي انت ايه تكارت ده كممكن نقعي كارتاني صح انا اختارت ده اوكي شايفين اه انا بعمل ايه اطعته اوكي شدي الحتة داخيرة شديها مني شدها اي واي اطعيها اوكي بص حمل ايه كارت معها وانا معي حتة منها ماشي اختفى وديته فين بقى انا هنا قبل ان تبقى قاعدة هنا صح اه اوكي شوفي التربيزة كده من تحت ايه تحت تربيزة اتفور اترفعها ولا ايه اترفعها ولا ايه اتلاقي فيه حاجة تحت اه احطي ديكي هده انا فيه حاجة هتحس بيها فين ارفع كده يعني تربيزة نفسها مالفوة تربيزة ايه ايه اه 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 لا قولي عملت ايه انا مش جايبك تعمل خداع بصري انا جايبك تعلمني قولي ايه قولي عملت ايه قولي عملت ايه يعني قولي عملت ايه يعني ده انت تعلمته فين مع الوقت يعني بلقت اتعلم قاعد تقرى شوية طب انت اجبتها هنا ازاي دي خدعة بقى دي خدعة دي ايه يعني ده موهبة خارقة يعني مفيش موهبة خارقة مفيش موهبة خارقة مفيش حاجة اسمها شعوازة ودجل وحاجات اللي حمامي منطق كنت بتكلمني في الكلام ده حاجات دي مفيش حاجة اسمها كده كل اللي ما عمله هو خداع يعني خفة اد اه سايكولوجي اه 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 وغير كده بقى هي تدريب كتير بس بس انا ممكن حد عادي مثلا زي كده اوكي يتعلم موضوع الخداع البصري بس يعني برضه موهبة بقى من ايه لو واحد بغويها بجد وحبيبها غير من حد تاني وهو ماتش افرت بتديلك وقتك اي 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 طب ينفع تصلى حالي ولا الخداع البصري ما وصلش لك ممكن تصلى حالك ببعض طب تفضل دهوقتي هموريك حاجة احلى تانية طب ورين حاجة تانية طب انجر حاجة تانية اوكي يعني ايجي بقى البدكشن دهوقتي ايش احنا كوشينا بس احنا اوكي دهوقتي انت شايفين كوشينا كلها ايه مختلفة عشان مطلوش انا بدلتها حاجة في ناحية تانية افش حاجة معلمة اوكي طبعا دهوقتي انت هتعمل الكرار كل ده بنفسك كل حاجة هتعملها بنفسك هشترك معاك يعني هشتركيني معايا اه عادي تبسكي كوشينا في ديكي انا هعرب شوية مش اوكي امسكها كلهم يعني عادي تسمي حبة هنا وحبة هنا اوكي حبة هنا وحبة هنا ركزي معايا بقي في حيطة دي مش الحب اليد اللي انت مش因為جها هنحطها على جنب مش هنكمل بها اليد؟ يعني البيل الطباح في ديكي هنحطيهم على جنب مش هنكمل بيهم مش عايزة مش تكملاني بقي واحدة بذوق هتخطيهم على جنب هه اه خليك معي يا كريم اوكي سيمي تاني نصين نص ونص ماشي اه اللي انت مش عايزة هنحطه على جنب مش هنكمل بيه هنكمل بالبقية برضو تمام اهي اكيد دوري شوية لانا مش عايزة هنا اتحبت كروز دوما انتوا شايفين هنا امم اوكي كل شايف اوكي عايزك تلبسي واحدة واحدة تلبسيها المسها بس اهي ديت اكيد ممكن اي واحدة اتانية عايزة ليس اكيد تكرار بنفسك كل حاجة بنفسك صح امم اوكي هنشوف هاي كارت المسكة اتني سبعة 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 ماشي ممكن اي واحدة من دول اه صاف اوكي امشي كافية لكي كويس مسكنا السبعة اوكي هطو بيت كروز هنا اوكي انا بلابتدي قطت هنا في ايه في زرف في تنبؤ في تنبؤ جوة الظرف ممكن تسعيل عايزة اتعيبوا الراحة من فوق كده بس عشانيا في حاجة كبيرة جوة اقطعوا جوة اتعيبوا اتعيبوا من فوق كده يعني هفتحوا يعني اه انا قلنا سبعة سبيد اللي هي سبعة البسود تشوفوا قبل ابتدي انا حطشت هنا جوة ايه قبل ابتدي والله ما اتكلمنا مع بعض ده كنت بتعرف عليه سبعة البسود سبعة طب ده يعني انا مش فهمة برضو يعني ده لما احد يكون ممكن يكون بيتفرج انا مثلا حسنه ده تفكير خارق شوي يعني انت هي مختلفة شوية عن الحاجات اللي حدامنا متشوفها اه لفكة اليمام والتمام بسنا في اتعلمه يعني ممكن تعلمي اه بس هتاخد وقت معاك عشان تتعلمي يعني تتعلمي خفة الياد تعلمي الدراسة السيكولوجي يعني في حاجات بس انا منعملها ممكن يعلم المشاهدين حتى لو عايزين يعرفوها طب ما تعلم حاجة انا حاجة انا بعملها دائما سيكولوجيك لي مع الناس ليه حاجة زي العلم النافس اذا قلت لك مثلا لحد انت مساء في بيت فكر دوقتي معي في رقب بين واحد لخمسة تمام؟ بين واحد لخمسة من واحد لخمسة اه فكروا بين واحد لخمسة مش عارف كلك ولا بس معظمك هتفكروا في تلاتة دي حاجة سيكولوجيك ليبتع يعني ناس معظم الناس فكر من واحد لخمسة ليه؟ عشان عندنا واحد وعندنا خمسة انا اقول لك فكر بين واحد وخمسة فانت بتعمل إليمينيت بتحزف واحد وتحزف خمسة تبقى معك ايه؟ ما أقول ليس أخش في النص دوية ثلاثة حاجة زيني مثلا قلت لك فكر في لون وعملت لك كده انت مخوك هيفكر على طول إيه بأحمر لو صدتك شوية هتفكر في أزرق لا أنا فكرت في السود بالوقت يعني بس في الأول لو جربناها هاتلي كانت أحمر تفري برضو من شخص جربت معك كذا حاجة وطلعت حقيقة طب في حاجة تانية قبل ما نعمل حاجة تانية أنت موهبتك دي وصلتك أن أنت تاخد الميرنين أورد اللي هي بتساوي الأوسكار زي ما قلنا انت وصلت للجائزة دي ازاي يعني هم عرفوك ازاي هم في الأول رئيس المؤسسة كلمني في سنة عفية 12 قال لي أنا جاي مخصوص عايزة تخش معنا في المؤسسة دي فيين المؤسسة في أمريكا سماها AIMS مؤسسة دي أكبر مؤسسة في العالم مفروض فيها ديفيد كوبرفيلد كيسا إنجل بالن تيلر ناس كتير قوي فكلمني أنا كأول واحد مصري عايزة ناخش معنا فأنا طبعا يعني مصدقتش نفسي هو عارفك منين يا مستوح هو سما عني من واحد تاني في لبنان يعني جود فان برضو في المؤسسة دي حل وأنا أصر لصي لبناني أصر بابا لبناني موطة مصرية فهو يعني احنا عقول لنا ونعم ونظر كميتي بتام مادشنز كوننا عارفين ببط أهلا وسهل أهلا بيكا طيب بس فعارف عني من طريقه يعني وإلى أنا لازم يجي يخش معهم في مصر يعني كأول واحد في مصر يخش معهم في مؤسسة دي آه بس أنت عايش في مصر أنا مولود وعايش في مصر ومعايش جنسية مصرية أبدا أيوة أيوة بس فمع الوقت سنة 2014 آه شهر ستة تقريبا كانت أو خمسة خمسة مشاكر كأنا فجأت كميوم واحد عايشين في شهر آه قال لي قابليها أصلا قال ليها قابلي إيه قال لي أنا عايزك تاخد جهازة مليون قال لي آه قال لي إحنا قررنا نحن تاخد جهازة دي نمنحك الجيزة يعني هما تابعوني شايفوني غيرت آيديس جديدة عملت ابتكرات جديدة طريقتي مع الناس في الأوديونس مع شو كده مختلفة عن أي حد تاني فهم قرروا لنا ناخد الجيزة دي كأول واحد فنان مصر يعني فمشاء الله عليك بس فدي الطريق منها بدأت فيها أنا عارف أن أنت مش محضر لنا حاجات كتير بس أنت كمان لك فقرية الأفكار بس هو عا تقرأ أفكاري تعال نجرب حاجة يعني تعال نجرب حاجة بس بعيدا عن الأفكار هل تفعل مع بعض بأي حاجة؟ لا أرحالية تكتبية أي حاجة تقولي أي حاجة قابليها أو نعم بأي حاجة لا والله أنا سواء تبقى دي حالة صحيح والله ما حصل حنا في الأول كرامة أكلمنا شوية عن نفسي بس ما قلناش أي حاجة عن أي حاجة عن التاسبطي فاكر في اسم حد حد ما عرفهوش في بالك بطريش لحد ويش يا شخص يا واحدة أي حد منهم يا ولد يا بنت يعني فكرت بسم الله الرحمن الرحيم بصي لي بصي لي قناية أهو أوكي عادك تمرد بصي هنا ومرد بصي هنا أوكي بس حاول ما بينيش أي اي اموشنز أوكي ما بينيش أي تعبير في وشك أي حاجة أوكي ولد بصي بصي هنا أبص عادي بصي هنا بصي هنا نفس بصي بزوات بنت بصي عمزة 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 كده بوقك هي بنت ماشي أتحكي عن نساها أكبر بجد أكلها بادي لانجوش وصومها تقولت ما فيش حاجة اسمها إنه أدخل جوه حد وقرأ أفكاره دي حاجة مش موجودة بس أنا بخش بس أنت بتحول أن أنت بتقنع بقنعك إما بخوض منك معلومات الشوخ ده بالك أوكي طيح نقول لبنت وليتك مبتسمة كده فأنا عرفت متأكد لي هي بنت ممكن تتحكي عليها عادي طيب لا صح أوكي فكر في اسمها ما تكيش ضعوب إسم عيلها هي بس اسمها بس عشان إيه تبقى سريع فكرت أوكي أعمالي كيها تحبوك ما تجيبش الصورة يا كريم واستن ممكن تجيبها لونج شوط لايزيني عشان إيه لا أجيب والله على مصطفى أنا بتكلم بك أهو حاولي أكنك أكنك بتنطقيها بس ما تقولي ما تقوليش صوت أوكي أكنك بتنطقيها تحبوك عميك يا أكنك بتنطقيها بس ما تقوليش صوت عميك عميك يا مطقتها والله يا مصطفى يا كريم أنت بسعبها علي ومش مشكلة مش مشكلة أوكي أوكي خلص خلص مش قارتها أوكي اسم قامن شوية مش قوي مش في مصر ممكن بره مصر اسم قديم شوية أوكي فكر في اللغة نفسها اللي بتاريط بتاريط السبالين بتاعتها في حاجة حاجة كده مش بتأكد أنا قلنا بنت أنا قلنا بنت أنا قلنا بنت أقول حاتم هو مش ولد هو بنت فاتن أوه صح أوكي بجاب صح هو صح ولا هي أصلي هي صح فاتن أنا لأ عملتها ازاي دي أنا اسم فاتن جي علي عشان أنا ملحقتش طبعا أتكلم يعني قبل الهو ما ينفعش حد يطلع على الهو وما يجيبش يعني ما يجيبش سيرة الفنانة دي يعني فاتن حمام هو ده الاسم اللي جي على بالي وأنا عارفة حسيت أنك هتجيب الاسم وأنا دي مناسبة باستغلها عشان أقول لها ربنا يا رحمك وانتي انتي كتب انتي كتب تدرس في الفن والأخلاق والإتيكيت والإعلام وكل حاجة ربنا يا رحمك يا رب وأكيد أنت سعيدة في السما أنا فكرت في اسم فاتن حم الماء بحقي أنت موهوب فعلا ربنا يا رب يوفقك ومزيد من التقلق ونسعد أنا أخي يكفي منك كله بعمله هو خدعة بس وكله خفة يده مهارة وسرعة بديهيها مفيش حاجة لها علاقة مش عوازة ولا أفكار بجد كله بعمله بطريقة ربنا يا مفاقك مصطفى كبرجابي شرفتنا في صباحك مصري صباحك مصري صباحك مصري صباحك مصري